منذ وقت طويل لم تحط طائرة في مطار أي مدينة يمنية بغرض السياحة هناك جماعة واقفين في مركز الأحداث التي تمر بها البلاد السلطة الشرعية انقلب عليها مؤسسات الدولة اجتاحها وتسببوا بالحرب ثم نشروا عناصرهم في كثير من المدن حتى غدت الأحداث لا تسير إلا في اتجاه واحد ومنذ ما يقارب سنة ونصف ترأى على البلد تغيير عظيم الحرب وترد الأوضاع وانتشار الأمراض والتشرد والنزوح مؤخرا حدث آخر وبعيد عن هذا كله يقع لكنه حدث يبعث على الضحك في لحظة لم يعز فيها البكاء جماعة الحوثي تصدر تقريرا يتحدث عن تراجع السياحة في اليمن بعد أن التهمت الحرب أغلب المنشآت الدبلوماسية وأحجم الناس عن زيارة اليمن بل وتسببت الميليشيا بفرض حصار جوي وبري وبحري الحديث عن السياحة إذن في زمن الحرب ضرب من الخيال فلا يتحدث عن السياحة في هذه الحالة إلا مجنون وتلك هي روح الشرور التي تسكن جماعة الحوثي وحليفها صالح أو من عرفوا بها منذ فتحوا أعينهم الواسعة على نزوة السلطة ليصدروا تقريرا يتحدث عن تراجع السياحة في اليمن خلال العام الماضي بعد أن تسببوا بعزل اليمن عن محيطه بل دفعوه إلى الخلف سنوات من التخلف من اجتحوا المدن وأسقطوا المؤسسات وتسببوا باستهداف المنشآت كالمطارات والجسور والطرقات والمناطق الأثرية تقاسموا الكارثة بينهم والتحالف العربي بقيادة السعودية ولم يكتفوا بالاعتراف بما تسببوا به نهيك عن مواصلة استهداف المدنيين ومواصلة التدمير على مختلف المستويات